خالص التهنئة بهذه الفرحة العامرة الغامرة التي سماها بعض العلماء من قديم قال نعمة الله الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم فهذه الفرحة الكبرى الغامرة بهذا الظهور وهذا المولد الشريف هي فعلا أمر يستدعي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الفرحة والسعادة أمر بيتلقاه الإنسان في قلبه يمكن من غير أن يدخله لا تستكلف لا تستكلف لا تستكلف لا تستكلف ثم ربنا سبحانه وتعالى قال فليفرحوا يؤذنوا لهم ويكلفوا في أن يفرحوا بمثل هذا السعادة هذا الميلاد الشريف هذا المطلع الكريم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ظهوره إلى الدنيا كما تفضلتم شيء أوحى الله به إلى الشعراء والشداء والمادحون فقالوا فيه وتفننوا ومن هنا من هذا البلد وإلى كل بلاد الدنيا خرجت القصائد ليعلم الناس كلهم حب رسول الله ترجمة نانسي قنقر